السيدات والسادة إننا من نصع التاريخ ونصيغ المستقبل ونعمل في الحاضر ووحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدن بإرادته الحرة واليوم نحن في أشد الحاجة لاستنهاد العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري من أجل تحقيق البناء والتنمية وننحي الصراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل هذا العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعا بالإنسانية من أجل هذا اجتمعنا ومن أجل ذلك نعمل ونتجرد وتتجرد إرادتنا لضمان مستقبل أفضل لوطننا مصر والعالم كله فحلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة السيدات والسادة إن الله سبحانه وتعالى هو السلام العدل فندعوه بكل قلب يعبده في أرجاء هذا العالم أن يهبنا السلام والعدل لكل البشرية ويكلل جهودنا الحثيثة من أجل أن يبقى هذا العالم أقصر سلاما عالما يليغ بنا وبأوطاننا ومن هنا ومن هنا من أرض السلام والمحبة أرض السيناء الغالية أتوجه ومعي الشباب العالم برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم وأكد أنني وشباب مصر قد عقدنا العزم والإرادة على أن نبزل كل جهد من أجل رخاء البشرية ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم تحيا مصر تحيا البشرية يحيا شباب العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته